بالنسبة لقحت ترقب أن يكون الإطار مقلقا وترقب المؤسسة العسكرية أن تساندها في هذا الإقلاق وهي تدرك تماما لو وقفت معها المؤسسة العسكرية حتما ستحكم ما فيها ما في إشكال لكن ستحكم مع إشكالات طبعا بطبيعة الحال لن تحكم أنا في تقديري ضمن وضع مريح يعني أنت عندما يكون لك قوة سياسية مدنية عريضة وواسعة وكلها معارضة لهذا الاتفاق فإن هذا سيؤدي إلى نوع من التوترات والإعاقات والمرحلة الانتقالية بطبيعتها تحتاج إلى توافق سياسي أكثر مما تحتاج إلى هذا الاحتكار على كله لكن لو فرضنا أن المؤسسة العسكرية ذاهبة في اتجاه أنه قحت تحتكر المشهد وتذهب معها إلى النهايات اعتقد سيكون الأمر مكلف جدا وستكون هالك إشكالات ولا أتصور سيكون ذلك عموما في مصلحة السودان وبالتالي أنا أميل إلى تصريحات حجار وإخوانه فيما يتعلق لأن هذا الخط إلى حد كبير ستجد بأنه والله قريب من قراءة العسكريين للصورة بتاعت الاتفاق الإطاري بخلاف قحطة التي هي تصريحاتها بشكل كبير أقرب إلى التصريحات الرقائبية أكثر مما هو حقائق واقعية على الأرض لا